وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعدادا لموسم الزراعة الشتوي ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الانتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين توشكا بجنوب الوادي ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتة الجديدة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية موجها سيادته بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعدادا لموسم الزراعة الشتوي ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية